مناقشة أخطر مشروع قانوني في تاريخ الصحة المصرية هيخلي 75% من الكوادر الطبية والإدارية في خبر كان أما المواطن الفقير فلمعهوش ما يلزموش طب إيه الحكاية؟ من وقت ما أعلن مجلس النواب عن مناقشة مشروع جديد يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص إمكانية إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية بهدف تشجيع الاستثمار على القطاع الصحي والدنيا قامت وما قاعدتش لأن المشروع في شكله من بره الهدف منه خدمته المواطن بس معلش أنهي مواطن بالزبط اللي قادر ومعه فلوس يدفع تمن الخدمة الطبية ولا المواطن الغالبان اللي بيقضي عشانهم وبيلاقي أوتيوم وبالعافية فإذا المشروع ده بيخدم بس اللي معاهم فلوس فالناس الغلابة كده راحت في الرجلين مش بس هما لأ ده كمان الكوادر الطبية اللي بيشتغلوا في المستشفيات هتبقى في خطر نقيب الأطباء دكتور أسامة عبدالحي قال إن نقابة الأطباء مرحبة بتشجيع القطاع الخاص عشان يشارك في تقديم الخدمات الطبية والنقابة بتطالب بتسيير الأمور والإجراءات للمستثمرين عشان يبنوا مستشفيات خاصة جديدة مش تأجير المستشفيات الحكومية اللي بتخدم المواطن اللي دخلوا على قده اللي أكيد أسعار الخدمة الصحية هتبقى عبقى عليه ومش هيلاء العلاج لأن المستثمر في الأول والآخر عايز يحقق أرباح وده مش هيكون على حساب المواطنين بس ده كمان اللي بيشتغلوا هيبقى فيه تهديد كبير عليهم وقال إن فيه بنود كتيرة محتاجة تعديل وتوضيح وخصوصا في نقطة تحديد وجود القطاع الخاص في مهمة بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية الجديدة بدل من إدارة وبناء المستشفيات بشكل عام لأن في الغالب المستثمرين بيحبوا يستسيلوا ويأجروا وحدات طبية موجودة وشغالة وهيحطوا عنيهم على المستشفيات النجحة بس بدل ما يتعبوا نفسهم وقال كان فيه نوعية من المستثمرين واحد منهم بنى مستشفى خاصة متكملة والتاني يستحوز على مجموعة من المستشفيات الخاصة وعمل شوية تطوير بسيط لها مقابل زيادة أسعار الخدمات الطبية والنتيجة كانت إن المستثمر الأولاني عمل إضافة لخدمات المنظومة الطبية والمستثمر الثاني زود تكلفة الخدمة على المريض معنى الكلام ده اللي حظه حلو وفيدل في شغله مرتبه هيخص النص إن لقاه أصلا ده شكله هيبقى مرار طافح طب دلوقتي لو الدولة تخلت عن مسئوليتها في الخدمات الصحية وزارة الصحة هتشتغل إيه؟ عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب سهير عبد الحميد قالت إن الحكومة ردت على كم مادة من اللي لقيت اعتراض وإن مشروع القانون لسه بيتناقش وما فيش دعي للاعتراض عليه من دلوقتي وقالت إن لجنة الصحة هتجتمع تناقش المشروع مع ممثلين عن الحكومة عشان يتفقوا على مسودة مقبولة ومن بنود المشروع اللي بيتناقش تحديد رئيس الوزراء للمستثمر البنود عن حصة الحكومة بس المشروع ما فصرش الحصة دي هتبقى فلوس هتاخدها الحكومة من الأرباح ولا هتدفعها للمستثمر عشان يوفر الخدمة الصحية للناس ولا هيكون فيه شكل تاني للشراكة وبند تسعير الخدمات الطبية وطريقة الإشراف والمتابعة الفنية والمالية وفيه بند بيعفي المستثمر من التزامه بقانون التزامات المرافق العامة اللي كان بيحذر تجاوز أرباحه السنوية عن 10% إلزام المستثمرين سواء مصريين أو أجانب بشروط معينة أهمها توافر الخبرات لتشغيل الوحدات الصحية والتعاهد إنهم هيحفظوا على الأجهزة طول فترة التعاقد وممنوع إنهم يتعاقدوا مع حد تاني من غير إذن مجلس الوزراء ومدد التعاقد مع المستثمرين ما تقلش عن 3 سنين وما تزدش عن 15 سنة وبعد ما تنتهي المدة الدولة تستلم المنشآت الصحية بالتجهزات والأجهزة الطبية من غير مقابل وسليمة وحالتها ممتازة وأكد الدكتور أسامة عد الحي نقيب الأطباء إن من واجب النقابة لفت النظر لكل أخطاء المشروع واللي بيهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية وفي جلسة يوم الحد 19 مايو وافق مجلس النواب بشكل مبدئي على المشروع وليس نهائي أما النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصر الديمقراطي اعترضت على المشروع وطلبت النواب التفكير فيه ودراسته كويس وحذرت إن التاريخ هيفتكر إن الحكومة دي هي اللي أجرت المستشفات وقالت إنه هيكون يوم أسود في تاريخ الصحة المصرية الجملة دي اعترض عليها رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي وقال لها أيامنا كلها بيضة وحلوة إن شاء الله عموماً محدش عارف هي هتبقى سودة ولا بيضة زي ما قال سيادة المستشار وبس كده تابعونا عشان يوصل لكم كل جديد